طاقت عمله فستان أطفالي رمال 8 سنين بشكل جميل و سهل و تصميم Clean, St, Statisticsهو ياربون كمقنى سماح القسم باني لا يريد السلام السلام عليكم الفستان أطفالي رمال فستان أطفالي رمال فستان برمال فستان يفديد سهل و سهل و بسيط هذا هو الفستان بشكل سهل قوي هنعمله لاي جميل هنبدأ نعمل الفستان بشكل سهل قوي ببسيط بس طبعا معنا البطرون الاساسي هنا اهو هو ده البطرون يا جماعة البطرون ده هو اللي بنركب على المقسات اللي احنا بنكتبها قدامك دي وهي بعد كده انت بتعملي بعد كده التعديلات اللي احنا بنعملها وبيبقى نفس الفصورة ونفس كل حاجة تمام؟ طيب دلوقتي ادي البطرون الاساسي هو الجزئية دي يكاد يكون بتاعت القط او القم بتاعنا هتجيبي قماشة تانية وتطبقيها مرتين كده وبعدين تحطيها في نص البطرون الاساسي طب ليه كده يا مريم؟ هنعرف حالة ليه كده يا مريم بصيبقى من الشرطة تبقى طويلة لحد الكتف تمام؟ احنا عايزين لحد ما هي موجودة في الصورة موجودة في الصورة من عند نص القبط كده من اول نص القبط وبعدين من اول نقطة تحت القبط بالزبط تمام كده بس احنا هنزودها من بعد تحت القبط شوية كمان تمام؟ هنبتدي نعمل التعديل بتاعنا اهو بتاع الكمة اللي احنا بنتكلم عليه ده اهو بصوا يا جماعة وهنبتدي كده ناخدها نفس الخط اهو خط اهو طويب اهو تمام؟ وبعدين هنبتدي ناخد برضو نفس الخط ده اهو اهو شايفة ازاي؟ طيب دلوقت دي الجزئية دي هبتدي نكمل توصلها لحد هنا عشان احددها بصوا يا جماعة بالنسبة للجزئية دي ازاي نتبعها على جزئية بتاعت اللي احنا مطلعينها من تحت دي هنعملها ازاي اهو نتبعها ازاي؟ هتبعها بالطريقة اللي احنا تعلمناها واللي احنا خدناها اسهل طريقة تمام؟ فانا هتبعها بسرعة قوي وهو الرهيلك ثانية واحدة هتبعها وهو الرهيلك بصوا يا جاعة دلوقتي طبعا بعد ما طبعت النقط او الخط ده بتاع الكم في الجزئية اللي احنا مركبينها تحت هنبتدي ان احنا نقص البطرون الاساسي وكمان الكم بس قبل ما نقص هنبتدي نفس الجزئية دي وقادي الطبعة بتاعتنا اهي يارب بس تكون واضحة يارب تكون واضحة وبين لكي بصوا اهي النقط اهي جماعة تمام؟ اهي النقط هنبتدي نمشي على النقط دي بالمقص ده كده اهو تمام؟ اهي شايفت ازاي؟ كده هتبتدي تمشي داحية تانية دي كمان كده اهي اهي عشان تبقى نفس المستوى ونفس كل حاجة هنركم بقى الاجزاء دي على جن وقادي يا جماعة الجزئية اهي بصوتها عملت ازاي لما قصناها نفس الخطوط بتاعتها تمام؟ طيب دلوقتي بقى هنبتدي نقص البطرول الاساسي عشان نركب عليه الجزئية اللي احنا طبعناها دي اهي اهي او الكم السقط تقداري تقولي قط السقط لان هي بتبقى نجاية سقطة بالنسبة للكتف بتبقاش جاية الكتف بالزبط تمام؟ وهنبتدي نفس الامام عن الخلف وهنبتدي نحنا نشيل حردة الرقبة اهي شايف ازاي؟ شكل سهل قوي بسيط نفوش اي تعب نركم بس الاجزاء دي كده على جنب وايدي كده البطرول الاساسي معنا ثانية واحدة ونحط الخلف مع الامام نحو بصوه بص يا جماعة دلوقتي وهنبتدي نحنا نوصل الخلف والامام مع بعض الامام عشان نخلطوا لما اجا ثبت عليها الكتف بتاعي ده او النص الكتف بتاعي ده يبقى ايه؟ الدنيا تمام معايا مفيش اي ايه عواجان او اي حاجة فهماني؟ اهي نقفل كل حاجة حتى الجنب يتقفل لان خلاص بقى ملناش علاقة بي دلوقتي تمام؟ هنبتدي نقفل الجزئية دي من هنا اهي كده كده هنبتدي نقفلها باتجاه التاني برضو اهي كده وطبعا الجزئية بتاعتها متحددة عندي اللي احنا هنركبها فيها وهبتدي دخلها كده يا جماعة بصوا طبعا بتغيري نوع القماشة ديت لو انت حابة ما تبقاش نفس اللون بتاع الفستان اهي شايفة ازاي؟ اهي كده وكده نفس المستوى بتاعها شايفة عملت ازاي؟ تعملت بشكل سهل قوي بسيط عايزة تثبتيها من هنا بتثبتيها عايزة تثبتيها كده اهو تثبتيها اهو بص ازاي عايزة تثبتيها لحد النهاية كده بس عشان خاطر بتعرفي حدودها ايه وتثبتتها او لا اهيه تمام دنياتها تمام اهيه شايفة التصميم وتعمل ازاي جماعة اهو شايفة الشكل اهيه نفس الصورة اهيه نفس كل حاجة ما فيش اي فرق خلص طيب نجيب بقى نعمل الجيبة بتاعتنا اهي الجيبة الجيبة عشان نعملها يا جماعة فيها واسع فالوسع اللي احنا معنا ده هنبتدي نعمله قصرتين او ثلاث قصرتين او ثلاث قصرتين او ثلاث قصرتين لان ده انا مش الوسع عندي مش كبير قوي ثانية واحدة بس ايه دي كده قصرة الاولى ايه دي كده قصرة تانية هي بالضبط هتبقى ثلاث قصرات يا جماعة حتى لو قصرة الاخيرة دي تبقى صغيرة بس هي تبقى ثلاث قصرات تمام؟ اهيه ايه اي فرق خلص ايه تمام كده بقى دي كده التصميم يتعامل معي بالضبط هبتدي ركبه بقى في البلوزة بتاعتي بتاعتي بحيث ان هي تبقى مظبوطة وسهلة وبسيطة اهيه كده اهي كده بسوا اهي اهي ثانية واحدة بس والجزئية دي هنبتدي بس نقفلها كقصرة ضمن القصرة اللي معنا عشان خلط الاية واسعة شوية سوية تمام؟ اهيه وده الشكل بتاع الفستانة كمان النهائي كده الشكل النهائي بتاع الفستان خلاص يا رب بيكون تصميم سهل بسيط وعجبك بصوا بالاخر خلص الفستان نفس السولة نفس كل حاجة ما فيش اي فرق خلص بصي تعمل ازاي اهيه هي نفس كل حاجة فستان اطفالي مقاس اه ثمان سنين بشكل جميل اوي وسهل وبسيط يا رب يكون تصميم سهل وبسيط وعجبك اهم حاجة بصلاك الجامل والتعليل اجمل واشتراك في القناة والله هم صلى الله سهل ومبارك على سيدنا حمد انو علي عليه وصحبه وصلاك كل سنواتو طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا يارب يكون تصميم سهل وبسيط وعجبك بصي تعمل ازاي فستان بسيط قوي قوي بصوا يا جماعة تعمل بطريقة جميلة قوي تعمل بطريقة سهلة قوي قوي بسيطة وبالنسبة ان انت تزودي من عند الشريبة طول تاني تقدر تزودي وتقدر كمان تغير نوع القماشة زي ما عملنا فوق تمام كده طبعا احنا عملنا بس الطريقة دي هتسهلة قوي بسيطة ولو اصلاح انت تايبين يا اجمل جمهور في الدنيا لايك جميل تعالي واشتراك في القناة والله هم صلى 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 الله عليه وصحبه وسلم مع تحيات تعليم الخياطة مع مريم احمد في امان الله